بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزي المشاهدين والمتابعين صهرة راضية جديدة اليوم وملعب أونتايم سبيرسو حلقة كلها أخبار حلقة خبرية النهاردة أتمنى أنها تعجبكوا بإذن الله وطالما عندنا أخبار كتير يبقى نبدأ على طول بحصري مع شوبير طيب حصلت جلسة ما بين كولر ولعبة النادي الأهلي عقب الخسارة والهزيمة من فلومنينسي الغير مستحقة لكن خلاص اللي حصل حصل الراجل قال كلمتين مهمين جدا الأول هو صمم أن يعمل تمرين اللعبة كانت نفسها في راحة لكن صمم أن يعمل تمرين عشان يخرجوا من الحالة اللي هم فيها ودى لهم بكرة أجازة أو على رأي خواتنا الإسكندرانية عطاهم بكرة أجازة وقال لهم لازم نطلع من هنا بمداليا لازم نطلع من هنا وإحنا معنا حاجة لأن ده حيأثر على مسارتنا في باقي الموسم كنا نستحق اللعب في النهائي مش أقل من نحن نبقى ثالث كاس العالم يعني وبالتالي الراجل النهاردة كانت الجلسة مهمة جدا وقال لهم أنتوا ما أسرتوش في أي شيء ما فيش عليكم أي لوم كل اللعيب أدى اللي عليه سواء اللي بدأ أو اللي احتياطي ما حدش على الإطلاق أسر وهو منتظر الفوز بإذن الله أمام أراوة دائما منذ الياباني وعنده صحة كبيرة جدا جدا في اللعبة لهم ندي كرة القدم فوز وخسارة وده أمر طبيعي بالنسبة للجميع أعتقد أنها خطوة كانت مهمة وممتازة من مارسل كونر